والنهاردة ومعانا فيديو جديد من فيديوهاتي ويلا بينا نشوف النهاردة الريفيو عن ايه طبعا فيه بنات كتيرة بتعاني من الرؤوس السودة الرؤوس السودة دي بيكون موجودة تحت الجلد بتبقى موجودة اكتر في منطقة الانف في منطقة الجبهة في منطقة الدقن يعني فيه بنات كتيرة بتبقى كده بصور كده سودة بتبقى موجودة تحت الجلد بتبقى نتيجة التراقم والشوائب والجرسين وعوامل الطقس تمام تعالوا نشوفوا النهاردة الريفيو بتاعنا هيكون عن منتج ايه ويا طالع هل الريفيو النهاردة معانا عبارة عن ايه ويا طرع تجربتنا مع المنتج ده هيكون كويس وفعال ولا نتيجته ايه معانا ويلا بنا نشوف المنتج اللي معانا النهاردة المنتج ده اسمه اه زي ما انت شايفينه هو اسمه نوز اون نوز اون زي ما انت شايفينه هو بالشكل ده انا حبيت اورهولكو اهو زي ما انتوا شايفين اه تعال اورهولكو وراه بيقول الخطوات الاستخدامة ازاي النوز بنغسل وشنا ازاي بيقولك الاول اه اغسلي وجهك بالماء ويحط الشريط اللاصق اه جففي ادايكي ونزع الشريط اللاصق من الغلاف البلاستيك ضع الشريط على منطقة الانف وشيلي اللذقة دي من الربع ساعة الخمسة وعشرين ديئة هي دي عبارة عن ايه زي ما انت شايفين هي كده لذقة زي ما انت شايفين هي لذقة بتتحط على الانف زي ما انتوا شايفين بتشيل الرؤوس السودة يا ترى هل هي فعلا فعالة زي ما بيقولوا وكويسة زي ما بيقولوا ولا ايه يلا بينا نشوف هنفتحها معاكم ونشوف هل هي ترى هي فعالة ولا مش فعالة يلا انا هحاول ان انا افتحها انا فتحتها اهو قدامكم سويني هنشوف بقى هو كيس بالشكل ده تمام تعالوا اقول لكم بقى ايه في ايه من جوه هنشوف هنشوف يلا بينا نشوف في ايه جوه هي عبارة عن اهي هي دي هي دي اللزقة تمام هي اللي بتتحط على منطقة الانف عشان تشيل الرؤوس السودة طبعا هما بيقولوا عليها ان هي بتشيل الرؤوس السودة ايه ايه طبعا زب انا قلتلكو زب انا اقولتلكو كل حاجة الناس بتجربها وبتقول عليها حلوة انا قبل ما اطلع واقول الروفيو ده كويس ولا مش كويس عن المنتج ده انا بجربو بجربو على نفسي سواء قدامكو او اه يعني مش امام الفيديو تمام فاحنا انا دلوقتي هروح اجربو على وشي وهقول لكم هاجا وريكم النتيجة هل هي فعلا فعلة ولا مش فعالة اه سواني وهرجع لكم زي ما انتو شايفين اهو انا حطتها على ان في طبعا انا ما لسا شايلاء حالا ولا ولا اي حاجة ولا الهوة اه او نفيش انا طلعت برؤس ولا طلعت اي حاجة. فهي الحاجة دي ايه تعتبر فيك. فيك يعني يحتبر فيك. زي ما انتم شايفين. هيا زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين. اهو ولا اي حاجة ولا ادت اي حاجة ولا شالت اي رؤوس. يبقى فعلا المنتج ده مش كويس وغير صالح للاستهلاك عمتا. بدل مش بيجيب نتيجة يبقى كل قر دي في الفاضي. وطبعا انا يعني كالعادة انا قلت لازم اعرف ايه السبب او هي لي المنتج ده مش جايب نتيجة. طبعا انا دخلت على النت. قلت اعمل سارش اشوف. اه يمكن خطأ مني. عشان ما اظلمش المنتج. اه دي لي الامانة. فانا اردي دخلت. لقيت فعلا دخلت على على داكاترا فعلا. والدكاترا قالوا ان في انواع من من اللصقة دي. وفي نوع بيبقى كويس. وفي نوع مستورد بيبقى محل وفي نوع محلي بيبقى مش مش كويس. يعني هي دي فعلا نتيجتها مكيتش كويسة. انا لقيت ناس كتيرة بتشتكي منها. وفي ناس بيقولوا انها فعلا مش بتعمل حاجة. يعني مش عندي انا بس يعني لدرجة ان انا شكيت قلت يمكن انا مفيش عندي رؤوس سودة مثلا. فانفي. فما انا جابتها. واجربتها. وما جابتش اي نتيجة. فيمكن هي العيب من الشركة دي. الشركة دي هي اللي مش كويسة. مش اللازقة كنفسة هي الماتيريال بتاع اللازقة دي اللي مش كويسة. بس في منتجات تانية موجودة في السوق كويسة. عشان ما نحكمش بردو. لان طبعا انا ملقتش مجابتش نتيجة انا قلت لا لا انا لازم اعرف ايه هو في ايه لعب مني ولا لعب منين لما دخلت لقيت ناس كتيرة قوي بتقول ان فعلا وي ناس موصوك منهم يعني انا اراء دكاترة فعلا كن نروح لهم ناس وقالوا لهم ان فعلا ديبة بتجيبش نتيجة خالص وفعلا هم جربوها وفعلا ما بيقولو في منتجات تانية اللي هي المستوردة المنتجات المستوردة موجودة في السوق ويتجيب نتيجة ونتجتها فعالة انا حبيت اقولوكو كده للمصداقية فيريد بقى بدل المنتجات دي لازم ندور قبل محد يروح يشتري حاجة لازم يدخل يعمل عنها سيرش يشوفها هل هي قويسة ولا لأ بالمركة بالكل حاجة عشان ما يعني ما يخسرش فلوسه ويرجع يقول ايه انا اخسرت فلوسين ففي بعض الدكاترة قالوا ان ان المنتج ده مش كويس لكن في منتجات تانية مستوردة خامتها احلى بكتير ونتجتها بتدي نتيجة فعالة فاحنا ما نظلمش المنتج هي بتبقى شركات للامانة ايه طبعا انا يعني انا مجربتها ما ج انا قلت ممكن العيد مني انا مش عندي رقصو ده اه اه فانا طبعا قبل ما نقل لكم التجربة لازم انعلها لكم بكل مصداقية اه اه زي ما انا قلتلكو هو فيه منتجات تانية شركات تانية في السوق بتبقى حاجات مستوردة احسن من دي يعني ممكن لو حد جاب من شركة معينة مثلا غير دي ممكن دي بقى نتجتها فعالة معي لكن دي انا اجربتها نتجتها مش فعالة نهائي ولما دخلت عملت سر يعني اطبق في الجلد نفسهم قالوا ان المركة دي مش كويسة ومش حلوة ومش فعالة فالحاجات اللي زي دي تجبوها مستوردة احسن يعني منتجات تكون مستوردة احسن احسن ما تجبوها مصري وتعمل معاكو زي ما عملت معايا كده وما جابتش اي نتيجة خالص ولا شفتوها هي دي محدش يجيب دي خلص مش هنجيبها تاني دي بجد شايفين اهو ولا طلعت رؤوس سودا ولا دهون ولا اي حاجة زي ما انتو شايفين يبقى الموضوع فيك 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 وفي الفازي وزي قلتها ولا عملية الهواء اهي زي ما انتو شايفين ولا شالت اي حاجة خالص اهو ها احاول ان انا اقرب لكم يبقى يبقى المنتج ده مش كويس انا جربته قدامكم مش كويس نهائيا متحاولوش تضيعوا فلوسكم فيه اه حرام انكم تكلفوا حاجة هي على فكرة الباكتج كله بتلاتين جنيه انا قلت اجيب واحدة اجربها اه ببتديش اي نتيجة كله في الفازي اه اتمنى ان تكون النهاردة الروفيو عجبكو اه المنتج ده مش حلو نهائي هو اسمه نوز وان ولا عمل اي نتيجة ومش فعال نهائي اه انصحكم طبعا متجبوهوش متضيعوش فلوسكم في حاجة اه في حاجة مش كويسة ما جابتش نتيجة اه مش اي حد يقول اي حاجة نجري نجابها لازم الاول نتأكد ونشوف هل هي فعلا كويسة وفعلا ولا لا يعني اعودوا نفسكم على كده اه شوفتوها ولا عملت اي حاجة ولا ادت اي تأثير نهائي اه اه اتمنى انهاردة الروفيو يكون عجبكو اه ويكون خفيف عليكو اه متنسونيش في لايك والشير والسبسكرايب والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهاتي اشتركوا في القناة